اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسيكون فيها العديد من الضيوف وسيكون زملائي في القناة مستمرين في هذه التغطية في البدء ارحب بضيفي داخل الاستوديو الشيخ رافع رفاعي مفتي الديار العراقية اهلا ومرحبا بك شيخ رافع حياكم الله وبرك الله بك شيخ رافع اليوم هو اليوم لاقتراع العام في مختلف المحافظات العراقية وسيختار الشعب العراقي من يمثله في البرلمان العراقي كيف تعلق على هذه الانتخابات في بادئ الأمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله اما بعد فان هذه الانتخابات يعني في تحديد موعدها نعم والوقت الذي تجري فيه يعني تشكل منعطفا مهما نعم في الدور السياسي للعراق أو للسياسيين في العراق نعم هذه الانتخابات قبل موعد التصويت الخاص وقبل هذا اليوم الذي تجري فيه الانتخابات العامة نعلم يقينا أنه سيجري فيها ما يجري من التهيئة من التزوير وغلق المراكز وإعطاء الأعذار لإبعاد كثير من الناس عن صناديق الاقتراع نعم والكل يعلم أنه قناتكم الآن توقل لنا الأحداث أولا بأول نعم أن هناك كذا مركز أغلق في المنطقة الفلانية وكذا مركز أغلق في المنطقة الفلانية وخاصة في المناطق يعني التي فيها يعني أغلبها من المحافظات المنتفضة نعم وفي المناطق حزام بغداد ومشاكل ذلك هذا الذي يجري فيها وخاصة طبعا الأمور أسوأ في محافظة الأنبار لذلك كنا نعتقد جازمين من البداية أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون الحل الناجع الحقيقي لهذه المشكلة نعم مشكلة العراق أعقد بكثير من أن يتصور أحد أنها تحل بالانتخابات فقط ولكن يرى الكثير أن هذه الانتخابات من الممكن أن تكون جزءا من الحل نعم من الممكن أن تكون جزءا من الحل نعم هل أن العراق حينما يذهب اليوم إلى الانتخابات يعد معترفا بشرعية هذه الانتخابات الجميع يعلم أن الانتخابات اليوم فيها ما فيها من التزوير والأقصاء للناس والتهديد للوصول والتفجير الآن بدأ التفجير بالقنابل الصوتية كما في بعض المناطق نعم الكل يعلم أنها لا يمكن أن تبين حقيقة الصوت العراقي ومن يريد هذا العراقي ونعرف السلطة المتنفذة سواء كانت في السلطة المركزية أو السلطة المحلية في بعض المحافظات نعلم أن بيدها أساليب كثيرة تستعملها اليوم لغرض التزوير نعم هذا قادم طبعا في شرعيتها لا شك ولا ريب وأنها لن تؤدي النتيجة الحقيقية التي يرنو إليها العراقيون نعم ولكن القدر المشترك بين جميع العراقيين الآن السواد الأعظم من أبناء هذا العراق الكل يريدون التغيير هذه العبارة أن الشعب يريد التغيير يعني أن هذا الشعب بكل أجزائه بكل تفاصيله من شماله إلى جنوبه من شرقه إلى غربه لم يرضى بالتصرف الحكومي اللئيم الذي تصرفته هذه الحكومة مع شعبها نعم نحن الآن أمام حكومة حكمت برئاسة نور المالكي ثماني سنوات ثمانية سنوات نعم حكمت هذه الحكومة ولم يجن منها الشعب العراقي خيرا أبدا الفساد الإداري دب فيها دبيبا عجيبا وهذا كله بعلم حكومة المركز نعم يعني إذا كان الفاسد من كتلته نجزم أنه لن يعاقبه وإنما يستر عليه وإن كان من خصومه فإنه يدخر عليه ملفا لكي يكون لاويا لعنقه حتى يكون معه في كل مواقفه هذا الأسلوب الذي استخدمه المالكي مع الناس نعم موضوع القتل والتهجير والسجون يعني أنه قبل هذه الأيام يعني الأعظمية وغير الأعظمية يعني بدأ يعتقل الناس بالعشرات نعم قوات السوات وغير قوات السوات تدخل وتداهم كل ذلك الرجل يستقتل على الحصول على الولايات الثالثة نظرة الناس ونظرة العلماء على هذا الموضوع من حيث خاصة يعني بتتكلم عن العلماء من حيث أن ما دامت هذه يعني هذه الانتخابات ما الذي ستحدثه نحن نقول هذا الأمر نسبي نعم لو أن أهل المحافظات المنتفضة قرروا جميعاً عدم الانتخابات هذا يكون قوياً أمام أنظر العالم بأن هذه الانتخابات غير مشروعة لأنه شريحة كبيرة جداً من المجتمع العراقي اللي هم أهل السنة والجماعة وأقولها بصراحة نعم لو قال كبار العلماء لو قال المفكرون لو قال أهل الحل والعقد لهؤلاء السياسيين اليوم يقولون لهم نحن نمتنع جملة نتفصيلاً عن هذه الانتخابات لأننا نجزم أنها ستكون مزورة هل سيطيع هؤلاء السياسيون أجزم أن هناك كتلاً سياسية لو نزل عليها وحي بمنعها من الانتخابات ستدخل نعم وكلام أنه نحن نطيع مراجعنا وعلماءنا هذا كلام للتصريف السياسي للتصريف الإعلامي وإلا أنتم تعلمون حينما وقف الشيخ بشير النجفي وهو من المراجع في النجف الأشرف لما وقف هذه الوقفة وأظهر فساد هذه الحكومة وحذر الناس من الانتخاب المالك مرة ثانية انظروا ماذا يقول عن هذا الرجل الذي كان نفس هؤلاء يسمونه أحده مراجعنا العظام ما الذي تكلموا عليه ورفض على السستانية التطاول على المراجع الدينية وكان هناك تطويق أمني للنزله إذن السياسيون لهم معارف يريدون من العلماء أن يكونوا تبعاً لهم نحن علينا أن ننظر إلى هذه البسائل نظرة كاملة وتكاملة إذا دخلنا إلى هذه الانتخابات بضعف هذا إنهاء لنا لو امتنعنا جميعنا آمنا بالله هذا أمر صحيح نعم ولكن حينما نشارك لا ينبغي أن نشارك ببعضنا علينا أن نشارك جميعاً في هذه الحالة لذلك تسمع مثلاً الدكتور أحمد الكوبيسي والدكتور هاجب جميل وأمثالهم من كبار علمائنا لفاضل يقولون بالوجوب بوجوب الذهاب إلى الانتخابات وهذا ما صرحت فيه في وقت سابق بوجوب دخول الانتخابات للضرر الأقل دفعاً دفعاً للضرر الأشد الذي سيقع علينا هذا ما ذهب إليه الدكتور ولكن نحن نقول حقيقةً وطبعاً وهذه النظرة لها ما يبررها أما العلماء الذين قالوا مثلاً بحربة هذه الانتخابات لما يشبه من تزوير ما تزوير آمنا بالله هذا ينبغي أن تتهيئ له الأرضية في الاستجابة أما إذا نصف استجابه والنصف الآخر لم يستجيب هذا سيكون ضرره كبيراً على أهل هذه المحافظات لذلك اليوم قد بدأت الانتخابات وبالأمس وقبلها يعني بدأت جرى التصويت الخاص وجرى ما جرى بعد ذلك نحن نقول للناس الأهم أنه أنت تذهب إلى الانتخابات وتصوت للصالح دفعاً لغير الصالح من أن يستغل صوتك للتزوير يعني الفتوى التي أصدرناها وتبنتها الأمانة العليا للإفتاء وتبناها المفتي يعني المتحدث نعم شيخ رفا رفا يعني تبنينا هذه الفتوى بشروطها وضوابطها وتوجيهاتها التي توجه الإنسان لمن ينتخب ولمن لا ينتخب فإذا التزمنا بهذه الضوابط وتركنا الانتخابات على أساس طائفي أو على أساس عشائري أو على أساس إذني أو على أساس سياسي أنا من الحزب الفلاني يجب أن تخب فلان من ذلك من نفس الحزب لأنه يمثل حزبي إذا كنت في هذه العقلية وأترك من هو خير منه من هو خير منه أنا أعثم يقينا لكن شيخ أنت أشرت إلى نقطة مهمة وهي جيدة أن هذه الانتخابات هي جزء من الحل وأن الشعب العراقي يرفض الذي حدث من الحكومة العراقية لأنه ظلم وحيف كبير لكن ألا تجد أن ما قامت به الحكومة العراقية وحد الشعب مرة أخرى ووحدهم على كلمة واحدة وهي لا للولاية الثالثة ولا للظلم ولا للفساد ولا لكل ما تقوم به هذه الحكومة حاليا الانتخابات هل هي الحل الكلي لمشاكلنا يستحيل أن تكون الحل في المسيرة الديمقراطية أوهن خيوط ودرجات أوهن خيوط الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق الديمقراطية في أي بلد موضوع الانتخابات وخاصة في بلداننا وخاصة في بلداننا لأن الانتخابات تستحيل أن تكون نزيهة فيصعد فيها الفاسد والمبدع في التزوير وغيرها ممكن ولكن يعني على حد كثير من علمائنا يقولون ما لا يدرك جله لا يترك كله ذهب الكل الآن الأغلبية العظمى من العلماء إلى أننا نذهب ونصحح ما استطعنا من التصحح يعني حينما نقول الآن الناس تذهب إلى الانتخابات وتدلي بأصواتها يعني هل ستحصل على ما تريد مئة في المئة لا هذا لا يمكن أن يكون ولكن مع ذلك نذهب ونختار الحسن أو إذا ما في يعني إذا لا يوجد حسن نعم في نظر بعض الناس يقول لك هؤلاء كلهم كذا نقول اختاره ونسي دفع للضرر الأشد نعم ومع ذلك علينا أن نسعى في كل ما يؤدي إلى خطوة صغيرة في جانب التغيير وإلا أقول لك بصراحة إن استولى المالك على السلطة مرة ثالثة فالنتيجة التي ستترتب على العراق تتلخص فيه أولا تقسيم العراق نعم أنا أجزم بأن أقليم كردستان سيعلن دولة إذا ما استولى المالك وينفصل على العراق نهائيا إذا ما استولى على إذن كيف تعلق على تصريحه الأخير بأنه كان الحامل لوحدة العراق وأنه من وقف بوجه مشروع تقسيم العراق وماذا تريد عنه أن يقول يعني هل يقول أنا الذي قتلت العراقيين أنا الذي هجرت العراقيين أنا الذي سجنت الأبرياء أنا الذي فعلت كذا أنا الذي فعلت كذا في دورة انتخابية طبعا هو حامل حما وحامل السراق كان هذا الرجل كان حامل السراق جامعا للقتل من كل الميليشيات القذرة يتلذذ يتلذذ أتباعه بتعذيب الأبرياء يرسل البيليشيات القذرة لتنتهك حرومات النساء والبيوت ويهدم البيوت على رؤوس أطفالها هذا الذي يفعله المالكي نحن حينما يقول أنا قلتها وفي هذه القناة وأذكر في هذا المكان أصدقوا كلمة قال الأرقيون في تظاهراتهم كذاب نور المالكي هذا اتخذ من الكذب سلما للوصول إلى مبتغاه فإذن ولا يعني أن المالكي حينما يكون بهذا المستوى الضحل أن الممثلين لنا الذين كانوا في البرلمان أو في الحكومة كانوا أشراف وغيارا لو سمحت لي دعني أراحب بضيفي عبر الأقمر الصناعية شيخ أهلال الشيخ الخزعل أمير قبائل بني كعف العراق أهلا ومرحبا بك في قناة تغييره في تقطياتنا المستمرة عن هذه الانتخابات ووردنا الخبر التالي والآن أن ميليشيات عصائب أهل الحق وميليشيات بدر قاموا بالسيطرة على مراكز الانتخابات في مناطق اليوسفية أو في منطقة اليوسفية في بغداد هذا الخبر وردنا للتو من مراسلين في العاصمة العراقية بغداد كيف تعلق على هذا الأمر هذا متوقع وكأننا نراه بأم عيوننا وأنا أخبرك أن قوات بدر أيضان والعصائب ستفعل نفس الفعل في ديالة وهم متهيئون لهذا ونحن نجزم بأن هذا سيحصل ولكن هل أفسح لهم المجال بأن يفعلوا أكثر في أبقية المراكز أم أنني أذهب ليقلل من ضررهم هذا ما نقوله طيب دعني أنتقل إلى ضيفي عبر الأقبار الصناية شيخ هلال شيخ آل خزعل أهلا ومرحبا بك شيخ هلال في تقطياتنا المستمرة هياك الله أستاذ أفل شكرا على استطافتكم أهلا بك في قناة التغيير وبكل العراقيين في هذه القناة ومن منبركم منبر قناة التغيير الفضائية اليوم تقطيتنا عن الانتخابات العراقية البرلمانية كيف تعلقون على هذه الانتخابات وأنتم كقبائل بني كعف العراق ما هي تطلعاتكم من هذه الانتخابات السلام عليكم ورحمة الله بداية نقول أنه قبائل بني كعب هم جزء من الشعب العراقي والانتخابات هي ملك للشعب العراقي في الدرجة الأولى من أراد القيادة عليه أن يطيع الشعب من أراد القيادة عليه أن يأخذ بأوامر الشعب ماذا يريد الشعب ماذا يريد اليوم هي عبارة عن ثورة ولكن ثورة سلمية ثورة للتغيير من جميع الأطياف ومن جميع مكونات الشعب العراقي بضمنهم قبائل بني كعب اللي هم جزء كما تذكرنا و احنا كانت المرحلة السابقة هي مرحلة انتقالية المراحل الانتقالية تجري فيها استثناءات ككثرة الحمايات الشخصية والامتيازات والأمور التي يجب أن نتجاوزها وثانيا ضياع الحكومة من بعد ما دخلت القوات الاحتلال ودخلوا معها مجموعة من السلطة التهوا في قضاياهم الخاصة وتركوا الجهاز الحكومي يعيثوا فسادا ويظلم المواطنين فنبدأ على معايير التغيير معايير التغيير جدا مهمة ما هي معايير التغيير التغيير انه هل اقيس انه هذا متخذ حزبا باسم الله ويقول لك اذا انت تحب الله تنتخبني هذا لا تجوز وغير موجودة لا احد يمتلك الدين ولا احد يمتلك الشعب ولا احد يمتلك الوطن نعم وان الوطن يجب ان لا يدخل من خلال واحد اسمه ابو زيد الهلالي او عن ترى بن شداد نعم الامور يجب ان تقاس بمقاييس الشباب يستطيعون التغيير البلد بلدكم الانتخابات هي ملك الشعب الناس اللي رح تنتخبوهم هم موظفين من رئيس الجمهورية الى اصغر واحد هو موظف هو ليس مؤله او ولي من اولياء الله الصالحين اللي تخلونه بدون تواجده كما حدث في وضع رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية غير موجود من سنتين والبلد تايهة وين المقاييس رئيس وزراء يستلم سبع سلطات سبع سلطات ما يقدرون يجيبون واحد وذكرناها من خلال محطتكم ما يقدرون يخلون وزير للدفاع اربع سنوات ما لاقين وزير دفاع ووزير داخلية وهذا كلها بالوكالة شنو بالوكالة وكالة شهر شهرين ثلاثة الشعب العراق بعد ما يمتلك اي كفاءة انه تقعد في مناصب محينة وتستلم مسؤولياته فان شاء الله ان شاء الله نشجع اول شي على الانتخابات لان هذا هو الطريق السلمي اللي يحلم به الشعب العراقي وانه انا برأيي انه ولاية ثالثة ستقضي على احلام الشعب العراقي بالديمقراطية الى الابد طيب معناه ترح نكون احنا مرة ثانية مجددين الى القائد الفلتة والقائد الضرورة والمختارين والقاب هاي طيب شيخ هلال ما هي الرسالة التي توجهها بكونك امير لقبائل بني كعب لعشائر بني كعب استاذي من خلال قناتكم احب اوجه كلمة الى ابناء كعب نعم التوجهات والمدارس مختلفة ولكن اذهبوا الى الانتخابات وخذوا المعايير المعايير الصحيحة المعايير الاصيلة من هو اللي يستطيع ان يتفاوض مع دول الجوار ويتصالح من هو اللي يقدر يقود معركة التصالح والتسامح من هو اللي يقدر يقضي على الفساد ما هي الحلول اللي طرحها الكل صاحت انه احنا ضد الفساد ولكن ما هو الحل كيف رح شرنا رح ستسوي هذا يقول انا ضد الفساد وذاك يقول انا ضد الفساد اخواني ما هو الحل للقضاء على الفساد ما هو الحل لتجنب الدكتاتورية الجديدة اللي جاية تثقف الها بهالفترة هاي كيف ما يخالف رح تصير فيه تزويرات مثل ما تفضل فضيلة الشيخ ضيفك الكريم نعم رح تصير فيه تزويرات ورح تصير فيه سلبيات لكن احنا ماشيين على هذا النهج ولا عودة ولا عودة منه رفع السلاح بوجه الشعب العراقي مهما كان من حملات تأديبية يقودها شخص هو غير عسكري أصلا ويوجهها على البر على البصرة مرة على الأنبار مرة على هذه خلافات مع دول الجوار حرب أهلية باسم تحت اسم حملات تأديبية كيف انت واحد ضدك بالرأي تروح تشرع عليه السلاح بأي قيمة بأي مبادئ هذه السلاح لا يشهر بوجه الشعب ثم القائد العام للقواد المسلحة لما يريد يوجه جيش ليس لازم يأخذ موافقة البرلمان لو أنا غلطان نعم فأبنائي أبناء كعب كونوا لا تفكرون أمام مصلحة معينة أو مصلحة خاصة أو صديق أو كذا شوفوا الشخص هذا اللي رح يجي هل يستطيع عضو بالبرلمان أن يقابل عضو برلمان في الدول العربية أو في دول العالم هل هو عنده هاي الامكانية الامتيازات اللي اللي فشلتنا الجوازات الدبلوماسية تعطي إلى أطفال وإلى لساء وإلى ناس ما بحيث أنه الجواز الدبلوماسي أصبح غير محترم في العالم ليش أخذوا المقاييس أخذوا أخذوا القيم والمبادع على أساس المعايير الأصيلة عدنا من الشباب المثقفين ما يمتلكون الكفاءة باستلام مهامهم الوطنية إحنا مو جايين نرجع الناس إلى العشائرية والعشائر والمجتمع العشائري القديم العشائر هو نظام سياسي متطور وحضاري وبنى دول واستطاع أن يكون دول حضارية إلها هيبتها وإلها علمها في المؤمن المتحدة إحنا ما نريد نرجع نرجع وراء إلى من يتخذ الله أو العشيرة أو هذا سببا لا انتخبوا انتخبوا من هو الكفو ومن هو اللي تعتبرونه فعلا نعم مؤهل أنه يقابل يقابل دول يتفاوض على حقوق العراق اللي راحت وهدرت في مناطق حدودية وفي مياه وفي من هو هل هو هذا الشخص كفو أنه يقابل دول ويخرج للعالم بالوجه الحضاري العراقي الصحيح نعم الشيخ هلال الشيخ الخزعل شكرا جزيلا لك لدي المدخل وأرجو منك البقاء معي مشاهديني كرام من ضمن الإحصائيات التي تريد لنا أولا بأول إحصائيات محافظة الأنبار عدد سكان المحافظة مليون وتسعمية ألف شخص عدد الذين يحق لهم التصوير سبعمية واحد وتسعين ألف وثمانمية وست أشخاص عدد المراكز الانتخابية ثلاثمية وخمسة وسبعين مركز في عموم المحافظة عدد المرشحين مائتين وأربعة مرشح عدد الكيانات السياسية المتنافسة ثلاثة عشر كيانا عدد المقاعد مخصصة للمحافظة خمسة عشر مقعدا أربعة منها مخصصة للنساء عدد مراكز الناخبين للنازحين خارج الأنبار سبعة عشر مركزا انتخابيا كل هذه الأرقام والفلوجة وأجزاء من الرمادي لم تفتح فيها مراكز للانتخاب بسبب الأزمة في المحافظة بالكلام شيخ رفا رفاية عن المراجع الدينية الشيخ بشير النجف اليوم أدل بصوته في أحد مراكز الاقتراع في محافظة النجف وأكد مرة أخرى على وجوب التغيير وعلى تحريم التصويت للشخاص الذين دمروا العراق وأثاروا الفساد وتم تعلمون تصريحاته كيف تعلقون على تصريح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهر الثاني عفوا لشؤون الخدمات ويقول أننا متيقنون سيعيدوا الثقة بدولة القانون لأن دولة القانون هي التي بنات العراق ما شاء الله خوش بناء بنته تعبت يعني تعبوا وجين العراقيون من تعبهم قبل أن أجيب حقيقة على هذا السؤال نعم أقول لك شي أنت ذكرت أن محافظة الأنبار نعم أكثر يعني بحدود مليون وتسعمائة ألف شخص شخص عدد نسماتهم كم عدد الناخبين سبعمائة سبعمائة ألف وثمانمائة وستة واحد وتسعين أليس كذلك سبعمائة واحد وتسعين وثمانمائة وستة أشخاص إذن عدد المنتخبين عدد المنتخبين أقل من النصف نعم وهذه النسبة المعمول بها تقريباً يعني في أغلب دول العالم تقريباً يعني نسبة الشباب من 18 سنة فما فوق نعم أقل من عدد السكان ولكن هل تعلم أن عدد الناخبين في العراق تجاوز الـ 21 مليون والعراق 33 مليون من أين أتت هذه زيادة من أين أتت هذه زيادة الحكومة العراقية تعرف ذلك هذه نقاط رئيسية نشير إليها أما موضوع أن دولة القانون هي اللي بنت العراق لا والله دولة القانون هي الدورة المكملة لما بدأ به الاحتلال وقصم الظهر العراق بفسادها بجرائمها بانتهاكها أهم ما خسيره العراق على يد دولة القانون هو تمزيق وحدة الشمل العراقي والانتهاك بإنسانية الإنسان في هذا البلد هذا الذي جناه العراقيون من دولة القانون وأمثالهم وإذنابهم وأتباعهم الذي أقوله ولم أكمله إن دولة القانون وهذه الحكومة والمالك وأمثال المالك إذا استولوا على السلطة للمرة الثالثة أيها العراقيون ثلاث ثلاث نتائج نحصل عليها الأول تقسيم العراق الثاني أن المعارك في الجنوب والتصفيات السياسية التي سيقوم بها المالك وجماعته وميليشياته لن تتهي أبدا ثلاثة مناطقنا في شرق العراق في ديالة وفي غربه في الأنبار وأمثال الأنبار وفي المحافظات الست المنتفضة ستبقى نار الحرب مشتعلة على يد هذا الرجل القاتل للأفاك الذي لا يريد بالعراقيين خيراً لذلك نحن نسعى للتغيير نحن نسعى لوحدة العراق نحن نسعى لأن نعيش أخوة متحبين في بلدنا وأن نرجع كما كنا ونتخذ كل وسيلة من الممكن أن تؤدي دوراً للوصول إلى هذا التغيير أما أن نقف عند حد الانتخابات ولا نسعى بعد ذلك ونضع الأمر بيد النواب والنواب كما علمتم يعني النواب البرلمان في الدورة الماضية بين سارقين وبين ناهبين وبين نائم وبين مصفقاً للمالكي الآن كلها طرعت وطنية الآن لما تتقرأ اللافتات يعني تجد الناس وطنيين عن حيل ولكن بهم يعني ما رأيناه ما رأيناه أبداً أدلى بكلمة نعم فهؤلاء أمثال هؤلاء الذين لم يقدموا خيراً لأهلهم بالدورات الماضية يقيناً أنه يحرم انتخابهم وعلى الناس أن يحذروهم الناس الذين لم يسحبوا الثقة لم يوقعوا على سحب الثقة من المالك الذين امتنعوا عن التوقيع لسحب الثقة من المالك هؤلاء يحرم انتخابهم الذين وقفوا مع المالك وسحبوا تواقعهم مرة أخرى يحرم انتخابهم الذين طلب منهم أن يستقيلوا وقفة يعني لأظهار موقف مع أهلهم وامتنعوا وقدموا المنصب على أهلهم يحرم انتخابهم لأن هؤلاء لا يرتجى خيرهم الذي يذهب الذي يذهب ليستجد المناصب من إيران ومن قيادات الميليشيات التي تقتل أبناءنا اليوم في العراق هذا يحرم انتخابه الذي الذي ينتخب السارخ هو سارق إثمه إثم السارق والذي ينتخب القاتل هو قاتل وعليه إثم القاتل لا تكون أسبابا لتدمير العراق كونوا يدا واحدة للتغيير ولإيقاف هذا البلد على قدميه لكن لسان حال الشعب العراقي يقول ماذا لو ذهبت وانتخبت من أراه مناسبا لكي يمثلني في البرلمان العراقي المقبل ويحصل التزوير وأجد نور المالكي مرة أخرى على سدة الحكم ويحكم العراق لا 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 إن شاء الله إن شاء الله بهمة الخيرين من أبناء هذا البلد البلد فيه من الخيرين الكثير وكما يقال لو خلية لقلبت المالكي الآن هذا الأمر أصبح بعيد المنال عنها والذي يعني أعتقده أن المالكي هو يعلم أنه لن يحصل على الولايات الثالثة نعم ولكنه الآن متشبث عله يجد ما يوصله إليها ولو بأي اسلوب وبأي وسيلة السبب في ذلك لأنه يجزم أن المحاكم الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ستلاحقه أبد الآبدين وأن العراقيين لن يتركوه يفر بجرائمه من هذا البلد هذا الذي يجعل المالكي أكثر تمسكا بالكرسي أما أنه هل هو الشهر الثاني أو صاحب التراخيص النفط لو غيره يعني هذه التراخيص والوزايدات التي أعلنت عن النفط أين الانتاج هل زاد الانتاج وإنما هؤلاء الآن يفرضون حصصهم ويأخذونها والنفط لم يصدر بسبب سوء الإدارة أن تفتح التراخيص وبدأت الآبار مهيئة للإنتاج ولكن ما عندك تسويق يا شهر الثاني والآن هذه الشركات تأخذ من العراق حقها من غير أن يصدر النفط هذا كل خسارة على الشعب العراقي هذه السياسات الفاسدة العراق صرف على الكهرباء الآن ما يكفي الشرق الأوسط الكهرباء والكهرباء الآن ما موجود بالعراق نحن عشنا هذه السنوات مع ثلة من القتل من المجرمين من السراق نعم فلابد وكرره دائما أن نكنس هذه المزبلة نعم اعتونا بناس أخيار ساهم يعني ماذا يفعل الإنسان حينما يجد نارا وينفق بفمه نعم احصل على الأجل أقل ما يقدر أن تحصل على الأجل نعم شيخ رفع رفاعي مفتي ديار العراقية شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا اليوم في تغطية قناة التغيير لهذه الانتخابات ونشكر لك هذه المداخلة شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام آخر وحصائية لمحافظته كربلا 550 ألف ناخة في كربلا يحق لهم المشاركة يتوافدون على مراكز الاقتراع منذ صباح الباكر عدد المقاعد 11 مقعدا عدد المرشحين 312 منهم 255 من الرجال و87 من النساء الشيخ خلال أعود إليك بالسؤال اليوم زعيم تير الصدر السيد مقدد الصدر أثناء الإدلاء بصوته يقول أن هذه الانتخابات هي فرصة لتغيير ويجب على الشعب العراقي أن يشارك بشكل كبير كيف تعلقه طبعا نتفق نتفق مع سماحة السيد مقدد الصدر في هذا الطرح وهو لا ننسى أنه قاد ثورة الجياع في البداية وكانت النواية جدا جدا حسنة وبارك الله به وبارك الله بجهوده هذا فشيحنا طبعا هذا شي كبير أما نرجع نقول أنه الانتخابات الانتخابات اليوم هي الكثافة التي دخلت بها الانتخابات يعني الناس التي جئت هي للتغيير وأملها بالتغيير بالرغم أنه نعرف أنه ستصير فيها بعض المشاكل والتزويرات والهائل ولكن نعود ونذكر أنه لا يوجد قائد أوحد ولا يوجد زعيم أوحد ولا تخلقوا ولا تخلقوا قائد أوحد ما في أحد يقدر يدير البلد بيد واحدة البلد كبيرة وفيها مجالات كثيرة والقيادات يجب أن تستلم قيادات الدوائر وقيادات المجالس وقيادات البرلمان فالبلد تحتاج بداية إلى ناس تبدأ بالعمل والمصالحة ونسيان الماضي ونسيان الدم والثأرات لأنه إذا استمرنا بهالشكل هذه معناها العراق سيبدأ هذا قتل هذا وهذا قتل هذا وسمعنا بعض النواب أو النائبات يقول سبعة بسبعة أو عشرة بعشرة هذا كلام يجب أن يعني 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 عيب هاي مهزلة ما يصير الشعب العراقي الحكومة لا ترفع السلاح بوجه الشعب مهما كان أما أنه تجون تقولوا لي أنه في قوات من هذول الداعش معرف منه هذول شنو هالشرذمة إحنا العراق ما خاف من ثلاثين دولة في وقتها والعراقيين سبعة أنا ما أحكي عن نظام سابق أو نظام لاحق العراقيين استطاعوا أن يبنون البلد بعد ضربته في سنة التسعين بدة ستة شهر وما استعانوا لا بأجنبي ولا بطاقات بإمكانياتهم الذاتية العراقي استطيع شنو شنو نحيي الجيش العراقي ونحيي أبناء الداخلية العراقية أنتم أخذوا استقلاليتكم وأمشوا برأي الناس وبرأي الشعب أنتم حماة الشعب أنتم ليس حماة القائد لا يوجد شيء اسم حماة القائد هذه مؤسسة والمؤسسة العسكرية العراقية تستطيع أن تقضي على شم واحد من هالجرذان اللي موجودين هنا أو هناك ولكن العراق لا يخاف من دول أربع خمس نفرات لا يستطيع أحمل الحدود حدودنا كانت محمية بسيارات بسيطة واليوم أنت عدتكم من الإمكانيات هذه كلها عفوا إذن المطالبة بالتغيير الحقيقي طرح الحلول طرح الحلول أنت ما تجي تحط المشكلة وتقول هذه هي المشكلة وخلاص تريد تساهم أنت مو مراسل تجي تنقل خبر أنت تريد تساهم في بناء الدولة مع احترامي طبعا للمراسلين والإعلام اللي أتمنى أنهما يقصون كما حدث مع الإعلاميين قتلوا وشردوا وهجروا وأغلقت محطات والله شنو المخالفة فإن شاء الله التغيير قادم والقادم بداية معركة المصالحة والمسامحة وأكبر عدو هو الوقت الطفل اللي كان عمره عشر سنوات في 2003 هاليوم أصبح عمره 21 سنة شنو شاف وشنو كيف رح يأدي دوره في واجبه الوطني الأطفال أصبحوا شباب عشر سنوات لا قدر يروح مدرسة مثل العالم بسبب التفجيرات وبسبب الفيضانات وبسبب انقطاعات الكهروة والمدارس في حالة يرثى لها الناس هجرت عوائلها وأصبحت تخاف حتى اللي يروح من بيتها يخاف يرجع وبعدين يقول لك نضبطنا شيخ دال من برأيك الاعتلاف أو الكتلة أو القائمة الأكثر حظا اليوم في هذه الانتخابات بالفوز في العراق استاذي أنا أشوف أنه مثل ما تفضل فضيلة الشيخ أنه إن كان لابد فنروح على الاتجاه المعتدل أكثر خطاب معتدل أنا أحكيها بصراحة أنا لا مرشح ولا شاركت بالانتخاب يمكن تشوف صبعي بس أنا بالنسبة لي شاركت بهالناس البسيطين أنا ما اتخذت بالمواكب وال هاي اللي استغلوا فلوس الحكومة أو مراكز الحكومة لدعايتهم الانتخابية يمكن انتخبت لي إنسان بسيط أو إنسان أعتقد أنه سيخرص للبلد القائمة المعتدلة أو الكتلة المعتدلة ستكون من الكتل اللي كانت مشاركتها ضعيفة ولكن لها من من الاتجاه الوطني المحايد اللي احتوت يعني أنا أذكر على سبيل المثال وليس للدعاية أرجوكم كتلة المواطن سيد عمار الحكيم ما وقف مرة إذا ما معاه كانوا من الطائف المسيحية أخواننا المسيحيين وكان معاه من السنة وكان معاه إذن المرجعيات والعشائر هي ليست أحزاب إنما هي كيان اجتماعي يحتوي الجميع وبالتالي من يستطيع أن يحتوي الجميع هو ليس في أوي أو حزبي وحزب طائفي ما بيها شيء اسمه أجندة أو نهج جاية هاي من آلاف السنين فإذا هي نهج يحتوي الكل نعم من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسيحيين يتعايشون معانا واليهود كانوا يتعايشون معانا والكل كان يتعايش تحت خيمة النموذج الصالح من الدين نعم لكن شيخ هلال يعني على جانب آخر رئيس الوزراء نور المالكي وزعيم حزب الدعوة ورئيس اتلاف دولة القانون يضع ثقله السياسي في هذه الانتخابات متمنيا الحصول على ولاية ثالثة ليبقى على رأس هرم السلطة وعلى رأس السلطات التي يمسك بزمامها بيده دون أحد آخر لكن هناك اتهامات كثيرة توجه له من قبل الخصوم إلى وهي التفرد بالحكم والعجز عن الحد من الفساد وتحسين الخدمات وأيضا سوء العلاقات مع دول الجوار وأيضا إدخال العراق والجيش العراق في حرب داخلية في غنى عنها وأيضا سوء إدارة الحدود كل هذه الأمور تضع كفة المالكي في أي كفة من الميزان وما هي حضوض اتلافه في هذه الانتخابات استاذ أنت تسحبني إلى شخصنا أنا أقول لك أنا لا أشخص أنا أضع وحبوض رئيس الوزراء الذي كل الشعب يحاول تغييره اليوم نعم هو فشل ذريع نعم فشل ذريع أولا من ناحية الدولية جميع دول الجوار نحن على خلاف معاهم نعم سواء كان هذا أو ذاك أو إلى تابعية سواء كنا على خلاف أو تابعية نعم إذن إحنا ما عدنا استقلال بالنسبة إلى القرار العراقي دوليا نعم ثانيا فشل حتى دوليا من ناحية يعني تكوين علاقات طيبة حتى مع أمريكا اللي أعتقد هم جوا بواسطته نعم حتى مع ذولا ما فشل ثالثا الخدمات لم يكن قريبا على الخدمات نهائيا تجيش الجيوش بأول أربع خمس طائرات استلمها من روسيا راح شن هجوم على هنا وهناك لا نعلم يعني شنو إذا خال فوق أول شي أنت كنت تقايل أنه هاي مطالب مشروعة في الأنبار نعم ثم أصبحت غير مشروعة وثم صاروا صاروا عصابات إرهابية وثم شنيت عليهم حملة وبديت تقتل يعني اللي يضرب اللي يضرب بالمدافع واللي يضرب بالهاونات هل هاي راح تعرف أنه هذا مقاتل أو هذا طفل أو امرأة على كل فإذن الفشل كان في المرحلة السابقة فشلا ذريعا بكل النواحي وفي كل المقاييس وليس هناك خطة خمسية أهم شيء كان أي حكومة تجي راح فلان ما في خطة خمسية وضعها أنه هذا هو النهج اللي راح نمشي عليه موافقين أيها العراقيين أم لا واحتوي أكثر أعضاء البرلمان داخل المنطقة الخضراء وعطاهم ميزات وهذه رشوة غير يعني مباشرة نعم عطاهم الميزات وعطاهم الباجات وعطاهم الحمايات ليش يعني 300 واحد كل واحد عنده 30 هاي 9000 واحد 9000 واحد والوزراء والباقيين المسؤولين كل واحد أربعين خمسين صار عندك جيش وأنت عندك مليون مليون من جيش كانت الحمايات في وقتها ضرورة في مرحلية أما لما اكتملت جيش واكتملت الداخلية شنو بعد هذول الحمايات أصبح أصبح جيش مع جيش ثالث وهذا مثل ما تفضل فضيلة الشيخ أنه مليشيات أو حضرتك من قلت أنه هاي المليشيات جاي تدخل هسا على المراكز الانتخابية مليشيات عصائب أهل حق ومليشيات بدرة هذه مرخصة مرخصة من وزارة الداخلية اسلاحهم مرخص من وزارة الداخلية وهم ليسوا جيش إذن بالتأكيد لكلامك أو عفوا لتفسير كلامك هناك ثلاثة جيوش في العراق هو الجيش العراقي وجيش الحمايات بالنسبة للمسؤولين وجيش المليشيات الذي يعيثوا في الأرض فسادا بالضبط بالضبط وهذه لا تجوز زيان أنتم بدل هذه الأسلحة هذه الكمية الهائلة ابنوا البلد بالنسبة للانتخابات الشعب العراقي أو فئة معينة من الشعب العراقي أو جزء من محافظات العراق متخوفة من تهديدات المليشيات أنا أتكلم عن محافظة ديالا التي هددوا فيها الناخبين بعدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع أما القتل وأما التعذيب يعني كيف تعلق هذا الأمر والله العراق ملك العراقيين نعم وملك الشعب العراقي وأنتم قاومتوا وقاومتوا في أزمان كثيرة من من العشرينات وحتى اليوم لم تخافوا ولم تهابوا التهديدات والوعيد وأكبر من هذا جت جت علينا دول وحاربنا وقاتلنا وكان العراقيين يعني أنا أذكر مع الأسف أن الشعب العراقي كان تحت القصف تحت القصف وكان يعني غير مبالي غير مبالي وغير خائف فشنو تهديدات كم واحد هذول هذول مين هذول من ين أجوا وعلى أي أساس جاي يهددون وليش نخاف من تهديدهم اخرجوا إلى الانتخابات واختاروا الجيد أنا ما ما أنصح باتجاه معين أو انتخاب معين نعم لأن المدارس مختلفة والمشارب مختلفة والاتجاهات مختلفة انتخب المعايير أخذ المعايير لا تأخذها على أساس طائفي أو ديني أو عرقي اختار الشخص اللي ممكن تشوفه أمام يقف أمام وزير خارجية فلان دولة أو يحمي مصالح العراق في فلان محفل دولي هل هذا صحيح هل هو هذا يقدر أم هو بس أمر عاطفي أنه هذا بنعمنا وبنخالنا طيب يعني هناك أيضا مفوضية الانتخابات في محافظة ديقار أكدت أن مراكز اقتراع شهدت إقبالا واسعا من قبل المواطنين لكنها أشارت ضمنيا في الخبر أنها أرجعت مائة وستين ألف بطاقة انتخابية إلى مفوضية الانتخابات في بغداد لم يتم تسليمها إلى أصحابها من مليون وخمسة وسبعين ألف بطاقة انتخابية في المحافظة للناخبين الذين يحقوا لهم التصويت هذا يعني أن مائة وستين ألف صوت من أصوات الشعب العراقي سيحرمون اليوم من الانتخاب ما رأيك في محافظة واحدة هذه نعم هذه جزء من المعركة الغير عادلة ضد الشعب العراقي للولايات ثالثة هذه يعني رح نقولها بكل صراحة مع الأسف نعم إنه تهميش تهميش عناء فئة كبيرة من الشعب العراقي أنت كيف رح تصالح معاهم لنفترض خل ننظر بعد الانتخابات هذول جزء من الشعب العراقي ماذا ستفعل لنفرض أنك أنت جلست في سدة الحكم مرة ثانية نعم شنو رح تسوي كيف رح تتعامل معاهم رح تجيبهم وتصالحهم هل تسيقبنوا الصلح معاك يعني ما يصير أنت توجه يعني عداءك ضد فئات من الشعب ومن لا يتفق معاك وكما تفضل فضيلة الشيخ أن الأكراد بكرة ما يتفقون معاك فيستقلون بدولتهم شو تقدر تسوي انت شنو نعم بالخلام عن تقسيم العراق في حال فوز المالكي بولاية ثالثة لكن هل تعتقد أن المفوضية العلية المستقلة للانتخابات وفقت بتوظيف البطاقة الألكترونية في هذا الوقت القليل والقصير جدا خصوصا أن هناك ست محافظات تشهد اعتصامات وهناك محافظة أو أكثر من محافظة في العراق وضعها ملتهب أمنيا هناك حرب في الأنبار هناك ميليشيات تعيث الأرض فسادا في محافظة ديالة هناك أيضا ما يحصل في الموصل هناك تفجير يومي هناك سيارة ملغمة أو عبوة ناسفة تسادف الشعب العراقي يوما بيوم وتقتل الطفل والمرأة والرجل والشيخ والمسن يعني هذه البطاقة الألكترونية ألا من المفترض أن يكون على المفوضية أن تبدأ بها قبل عاما أو عامين لكي تصل إلى جميع فئات وصنوف الشعب العراقي بالتأكيد بالتأكيد أتفق معك 100% ليش؟ لأن في دولة الإمارات يعني بلد ما يطلع نفوسه عدد محافظة وحدة بالعراق نعم ثلاث سنوات طولوا إلى أن وحدوا البطاقة عندهم في دولة صغيرة وممكن حصرها بشكل جدا سهل فما بالك بالنسبة للعراق وهذه الفوضى اللي صاير فيه والناس اللي ما يعني ما متعلمة وقد وصولها إلى مراكز المدن بعيدة ناس قاعدين في الأرياف ففعلا أتفق معك 100% أنه كان لازم البطاقة الموحدة أو البطاقة الإلكترونية وكان يجب أن تعطى إلى العراقيين في الخارج كذلك بالكلام عن البطاقة الإلكترونية ورد لنا الخبر العاجل التالي يقول أنه مركز التعاون في قضاء بلد أوقف التصويت في هذا المركز أو أوقف التصويت في هذا المركز بحجة عطل الأجهزة الإلكترونية هناك عطل أجهزة البصمة يعني في الاقتراع الخاص حصل عطلا في الأجهزة وأيضا في الاقتراع العام يحصل العديد من العطلات في الأجهزة يعني كيف تعلقون على هذا الأمر وكيف ستتعامل المفوضية مع هذا الأمر وإن انتهت تصويت اليوم ولم يصوت أي ناخب يريد أن يصوت ومصر على تصويته كيف سيرضى بهذا الأمر؟ لكم الله يا العراقيين لكم الله لأنه ليش في مناطق معينة بس تتعطل الأجهزة أو ما توصل البطاقات الانتخابية في مناطق معينة محددة جدا ليش ما صارت في مناطق أخرى المال السياسي يا سيدي يلعب دور كبير وهذه الأموال هي أموال الناس وأموال الشعب هذه الحكومة هم موظفين عندكم هم موظفين عند الشعب ومن لا يحترم أمر الشعب لا يكون قياديا لا يمكن لإنسان أن يكون قائد إذا ما يحترم رأي الشعب مع الأسف مع الأسف اللي قاعد نشوفه هي أمور سطحية وواضحة لأجندات يعني الشعب مغشي مع الأسف فلكم الله يا العراقيين ما أقدر أقول أكثر نعم يعني اليوم عمليات الاقتراف مختلفة وعمومة محافظات العراق من بغداد إلى جميع محافظات العراق في شماله وجنوبه ووسطه وشرقه وغربه تشهد العديد من المعوقات التي تشوب هذه العملية والتي تقف بوجه المواطن الذي يحاول أن يوصل صوته وأن يوصل ما تكرمتم به لكن أحد هذه المعوقات هي ما تفرضه القوات الأمنية من حضر للتجوال على المركبات لكن هذا الأمر مطلوب هل تتوقعون من القوات الأمنية أن توقف بعض الأشخاص وأن تمنع بعض الأشخاص مثل ما حصل في انتخابات مجالس المحافظات من الوصول إلى مراكز الاقتراع وكيف سيتم التعامل مع هذا الأمر من قبل الشعب الناس اليوم متخوفون من حدوث الأسوأ ومن دخول البلاد في منزلق الحرب الأهلية أنا أوجه كلامي أستاذي إلى أفراد الشرطة والأمن العراقي الغيارة نعم أنتم أبناء البلد هذا نعم وأنتم لستم تابعين إلى هذا وذاك أنتم تابعين إلى الناس والشعب فإذا كان عندكم أوامر من جهات معينة بمنع وصول بعض الفئات من الشعب لا تلتزموا فيها لأنه هذا أنت راتبك من الشعب وليس من القائد وليس من الحزب الفلاني حتى لو أن التعيين تم عن طريق جهة معينة أو ساعدتك جهة معينة وأخبرتك أنه إذا طلعنا أنت طالع لا يوجد شيء أنتم مهنيين والتزموا بمهنكم وأنتم الشعب يحتمي بكم فأنتم لازم تكونون القدوة وتفتحون المجال لإنسان أن يوصى نعم مشاهدين الكرام تقطية قناة تغيير لهذا اليوم لتقطية الانتخابات العامة البرلمانية في العراق مستمرة وسأنتقل بكم إلى زميلتي في ريال لكي نقل تكملة هذه التقطية ولكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر رغم أنها تشكل النسبة الأكبر من حيث عدد سكان العراق غير أن المرأة لم تسجل حضورا في صناعة التغيير المنشود في الانتخابات البرلمانية السابقة سيطرة الأحزاب السياسية والعراف والتقاليد العشائرية أسباب أرجعت إليها نشطات نسوية في كربلاء تغيب فعالية دور المرأة في الترشيح والتصويت ما شعرنا بوجود أي امرأة في البرلمان السابق أنه هي تمثل المرأة العراقية لأنها كانت تتخذ الأوامر والتعليمات من أشخاص ومن أحزاب موجودين في البرلمان نحن تدري عشائر عرب ويعني دائما المن يفضلون الرجل فيعني من تصعد المرأة صعوبة تصعد صعوبة تصعد برلمانية اللي موجودة بالفترات السابقة ما إلها أي وجود كأنه مهمشة هي صح موجودة ولما تعطي الآراء تعطيها بس بدون تنفيذ بدون يعني أي أي يعني القاء من المقابل إلها فلهذا أعتبر وجودها مهمش قوافل من الأرامل والمطلقات والمعتقلات لم تجد من يمثلها من بنات جنسها في مجلس النواب العراقي السابق بحسب ما أكدته ناشطات في مجال حقوق المرأة كون المرأة النيابية كانت دائما ما تتبع الحزب أو الكتلة السياسية التي تنتمي إليها في إقرار القوانين الخاصة بالمرأة أنت تساوى مع الرجل؟ يعني نحن نقول المرأة نصف المجتمع ما صحيح؟ يعني نصف الرجل تماما فليش ما يخلوا للمرأة دور نصف النساء ونصف للرجال فحتى تأخذ المرأة دورها هنا نلاحظ المرأة ما تثبت وجودها عندما تدخل البرلمان ولو هي مرأة على كل ثلاث رجال مرأة لكن يجب أن تثبت وجودها داخل البرلمان داخل قبة البرلمان أن تناقش الانتخابات نتمنى يكون للمرأة دورها الفعال وأن يكون صوتها مسموع ورأيها مسموع ويكون نصيبها للمطالبة بحقوق المرأة لأن المرأة تعتبر نصف المجتمع هو النصف الآخر يتربى على يدها لذلك يجب أن يكون دورها فعال ما أثبتته المرأة العراقية من توازن في أدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية يرى مراقبون بأن للمرأة العراقية دور في تصحيح المسار السياسي العراقي من خلال المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والسياسية في البلاد من كربلاء المقدسة وتازل مشداني التغيير أيها العراقيون الأكارم اخرجوا لصنع مستقبلكم صوتوا من أجل أن لا يسقط المزيد من الضحايا قولوا لا للقتل قولوا لا للظلم دماء الضحايا في الفلوجة والحويجة وجامع ساريا تدعوكم فانتصروا لها عبر سناديق الاقتراع أيها الطيبون أينما كنتم حولوا جراح الضحايا إلى أصوات تكبل الطغيان وأهله أيها العراقيون الذين ابتليتم بإرهاب داعش والميليشيات اخرجوا من أجل مستقبل آمن صوتوا لغد الآمال والبناء هذا يومكم أيها الغيارة أوقفوا القتلة أوقفوا الظلمة أوقفوا الفاسدين بأصواتكم تقوم أركان العدالة وتصان الكرامة هذا يومكم هذا يوم العراق الحرية تناديكم وأنتم خير من يلب النداء اشتركوا في القناة بطاقة الكرانية تعتبر طريقة جديدة عندنا في البلد نتمنى أن نستفيد منعتها نستفيد منعتها كمواطنين لأدلاء بأصواتنا وأيضا المفوضية سيكون لعله عملها أسهل وممكن أنه التزوير يكون أقل لو الإنسان يريد يحتال على القانون ويحتال على النوامي الصحيحة بالحياة هو يقدر يحتال يعني البطاقة الكترونية فردت على كل مواطني شعب العراقي اللي يحق لهم الانتخاب استلمتها نعم استلمتها لأن حتى لو ما أرح أنتخب بيها أو أنتخب هذا فتشيخصني لكن هذا أصبحت مستمسك كما روجي لها أنه ستكون من ضمن المستمسكات الأربعة اللي اعتاد عليها العراقيين أما إذا كانت البطاقة تأثر على التزوير أو لا أو يعني تمنع التزوير فما أعتقد رح تقدر لأن اليوم العالم منفتح طرق الاتصال كبيرة طرق التواصل كبيرة استخدام الحاسوب كبير جدا إمكانية التلاعب بهذه البطاقة أمر جدا سهل خاصة على العراقيين فأعتقد أنه من السهل جدا أنه تتزور النتائج الانتخابية يعني كشيء شخصي بالنسبة لي أنا مقتنعة تماما أن هذه البطاقة ممكن تمنع التزوير بالعكس أني أشوفها وحدة من بوابة كبيرة حتى تكون أسهل للتزوير من نسبة للتلاعب البطاقة الكترونية ما أصبح سيكون إلى فصادة كبيرة داخل العراق خصوصا بهذه الانتخابات لأنه تعتمد هذه الانتخابات على طريقة ذكية في حصد عدد المرشحين وعدد المنتخبين في هذه كما وأنه سوف تكون تحت إشراف عدد من المنظمات والمسؤولين لهذه الجهة لا شك أن المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف كان لها وعيا تاما بقضية التلاعب في الانتخابات لذلك حذرت على لسان ممثلها في الجمعة الماضية بأن لا يصدق الناس أن هناك كتلة أو اتلاف أو أي جهة تشجعها أو تساندها المرجعية ويتهم كل من يرغب في الترويج لهذا الأمر بأنه كذب ووهم يعيشه وهذه من أهم الأعتقد من أهم ما قامت به المرجعية لتصحيح بعض ما يروج له بعض الكتلة الانتخابية المشاركة بالانتخابات أن هناك تقف فراءها المرجعية أو تشجعها أو تساندها لذلك كان الدور المرجعية أخلاقيا في توعية الناس في كيفية التعامل مع هذه القضايا وهو توجيه أنا أعتقد سيضع المرشحين ويضع قضية الانتخابات على المسار الصحيح البطاقة الإلكترونية هي الوثيقة التي تؤمن للناخب من الإدلاء بصوته وضمان حقه في التصويت البطاقة الإلكترونية تطبيق عملي فني جديد في الحياة الانتخابية العراقية وهذا يؤدي بالنهاية إلى ضمان حق الناخب بالإدلاء بصوته والمشاركة الجادة في العملية الانتخابية قمت بالسلام البطاقة الإلكترونية وأنا أدعو كافة المواطنين في محافظات العراق لاستلام البطاقة الإلكترونية البطاقة الإلكترونية شيء حضاري وشيء جيد لكن هل هي تكفي؟ هناك المسألة المهمة البطاقة الإلكترونية لا تكفي لأنها لا تمنع شيء فقط تثبيت الأسماء وتثبيت العناوية أول شيء تعرفون أننا التكولوجيا تطورت ويمكن استيراد أي آلة ويمكن طبعها حتى بالأسواق المحلية فلذلك بالإمكان تزويرها وبإمكان القيام بأي عمل آخر البطاقة الإلكترونية هي الوسيلة الحديثة للحد من عملات التزوير لأن كثير من المرشحين أو كثير من الناخبين اللي رح يعزفون عن الانتخابات رح تستغل البطاقات هم لغرض تجييرها إلى بعض المرشحين لغرض انتخابي الهدف إلى الفوت وبالتأكيد هؤلاء المرشحين اللي هم رح يكونون اللي ما عندهم قاعدة جماهرية وعادهم مقبوليتهم قليلة بالنسبة للمجتمع العراقي رح يستغلون هاي الفقرة اللي هي تسيب أو ضياع البطاقات بعدم وجود البطاقة الإلكترونية بطاقة الناخب رح تستغل لتجييرها لذول المرشحين إضافة لذلك البطاقة الإلكترونية هي وسيلة حديثة للحد قلت لك للحد من عمليات التزوير أيها العراقيون الأكارم أخرجوا لصنع مستقبلكم صوتوا من أجل ألا يسقط المزيد من الضحايا قولوا لا للقتل قولوا لا للظلم إماء الضحايا في الفلوجة والحويجة وجامع ساريا تدعوكم فانتصروا لها عبر سناديق الاقتراع أيها الطيبون أينما كنتم حولوا جراح الضحايا إلى أصوات تكبل الطغيان وأهله أيها العراقيون الذين ابتليتم بإرهاب داعش والميليشيات أخرجوا من أجل مستقبل آمن صوتوا لغد الآمال والبناء هذا يومكم أيها الغيارة أوقفوا القتلة أوقفوا الظلمة أوقفوا الفاسدين بأصواتكم تقوم أركان العدالة وتصان الكرامة هذا يومكم هذا يوم العراق الحرية تناديكم وأنتم خير من يلب النداء ترجمة نانسي قنقر أصعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة التغيير الفضائية لأهم حدث يشهده العراق في هذه الأيام وهو الانتخابات البرلمانية واختيار الشعب لما يمثله في البرلمان والمهم في هذه الانتخابات أنه بسبب الأحداث الأخيرة التي مر بها العراق والشعب والمرجعيات الدينية السنية منها والشعية والكتل السياسية التي ربما ترغب بتغيير شخص الحكم ومن جهة أخرى رئيس الوزراء نوري المالك الذي يمسك بزمام السلطة وبالملف الأمني بيده لوحده ليحاول استحصال ربما ولاية ثالثة اليوم الأربعاء الثلاثين من نيستان إبريل وهو موعد التغيير المنشود وهو موعد الانتخابات البرلمانية العامة في عموم محافظات العراق والتي بدأت منذ أيام بانتخابات المهجر في أربعة عشر دولة بالإضافة إلى خمس دول ارتبط مراكزها بمكاتب الدول المجاورة ومن بعدها كان الاقتراع الخاص في هذه التغطية ما هو مصير كل كتلة أو ائتلاف أو قائمة ومن الذي سيطفر بمجلس أو ربما من مقاعد مجلس النواب والبالغ عددها ثلاثمائة وثمانين وعشرين مقعداً هل ستكون هذه الانتخابات حرة ونزيها كما تدعي مفوضية الانتخابات وإن كانت هذه الانتخابات نزيها أو ربما صار وحدث بها خروقات هل ستعترف المفوضية بهذه الخروقات وتضع يدها على موضع الخلل وستعلن ذلك كل هذه الأمور سنطرحها في هذه التغطية مع ضيفي في الستوديو الدكتور حميد عبدالله الكاتب والإعلامي مرحباً بك مرحباً بك دكتور بداية يعني ما هو رأيك وكيف تنظر إلى الانتخابات البرلمانية التي يشهدها العراق اليوم في ظل كل هذه المعطيات الأمنية السيئة في العراق مؤكد المعطيات الأمنية السيئة الآن هي أقل سوءاً مما كانت عليه في الانتخابات 2005 نعم والعراقيون يجسدون دائماً نظرية المؤرخ البريطاني الشهير توينبي في التحدي والاستجابة نعم يستجيبون للتحديات وكل شعب تواجهه تحديات إذا كانت استجابته لهذه التحديات بمستوى هذه التحديات يكون التطور قد وقف عند مستوى معين نعم وفي العراق هناك تطور وإن كان تدريجياً وإن كان بطيئاً وإن كان سلحفاتياً لكن هناك تطور أنا أعتقد الانتخابات ستشكل منعطفاً خاصة هذه الانتخابات ستشكل منعطفاً في تاريخ وفي مسيرة الشعب العراقي لترسيخ الديمقراطية نعم العراق كما تعلمين يمتلك إرث من الاستبداد على مدى عقود طويلة ويقابله تجارب جنينية للديمقراطية العراق في تاريخه الحديث على الأقل منذ تأسيس الدول العراقية عام 1921 وحتى الآن لم يعرف تجارب ديمقراطية حقيقية حتى في ظل النظام الملكي يعني كانت هناك محاولات لترسيخ ديمقراطية فتية ولكنها لم تفلح بشكل واضح عام 1954 حدثت انتخابات في العراق وفازت فيها الأحزاب المعارضة بـ 11 مقعد من أصل 131 مقعد لكن الحكومة لم تتحمل حتى هذه 11 مقعد نعم وحدث انقلاب القصر الذي قام به النور السعيد ولم يدموا البرلمان سوى يوم واحد نعم إذن نحن أمام إرث من الاستبداد منذ 1921 مرورا بالعهود الجمهورية العهد القاسمي والعهد العارفي بعهديه العارف الأول والعارف الثاني ثم عهد البعث الذي بدأ منذ 68 إلى أن انتهى بالاحتلال الأمريكي للعراق نعم فإذن نحن أمام تجربة ديمقراطية يفترض أن تترسق تدريجيا لكن في هذه التجربة مشكلة في المفهوم وفي السلوك سنتحدث عنها لاحق نعم دكتور سوف أكمل حديث معك لكن نستقبل معتز المشهداني مرسل التغيير من كربلاء معتز ما هي آخر التطورات لديك في هذا اليوم الحاسم بالنسبة للانتخابات الفرلمانية في كربلاء نعم جميلة سريال في بداية تحية طيبة لحضرتكم وإلى جميع مشاهدين فناثة سريال يعني الكل يعرف أن اليوم الانتخابات العراقية انتدأت منذ الساعة السابعة وفتحت المتواضية المستقلة لانتخابات في محافرة كربلاء ميتين وواحد واربعون مركزا انتخابيا موزع على أغذية ونواحي محافرة كربلاء وعدد الناخبين يعني أكد وفي تصريح خاص لقناة التغيير القضائية لأستاذ كاظم الأسدي مدير مكتب كربلاء انتخابي بأن عدد الناخبين الذين سوف يشاركون يعني لإبداع أصواتهم في يوم التفويل العام هو أكثر من ستمئة ألف ناخب من أهالي محافرة كربلاء نعم يعني الإجراءات الأمنية الموجودة في محافرة كربلاء هناك إجراءات أمنية مشددة في محافرة كربلاء لكن لا يوجد هناك حظر لسير المركبات كما طرح به محافظ كربلاء عقيل طريحي بين قيادة عمليات القراءة الأوسط وبالتسيق مع محافظة كربلاء لم تعلم عن حظر لسير المركبات لكن هناك إجراءات أمنية مشددة اتخذت من القوات الأمنية من أجل حماية المراكز الانتخابية المدودة في داخل مركز محافظة كربلاء ويضا في أغذية ونواحي المحافظة نعم إذن معتز يعني الأمور الأمنية تمشي على ما يرام نعم معتز إن كنت تسمعوني سأكمل الحديث معك سأكمل الحديث معك وبما تفضلت به في الآخر وهو بين الأمور الأمنية تسير على ما يرام في أماكن الاقتراع في كربلاء ابقى معي معتز أعود إليك لينضم إلينا دكتور أحمد محجوب من أربيل مدير مكتب حكمة للدعاية الإعلامية والانتخابية مرحبا بك دكتور أحمد كيف تنظرونا للانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم في العراق في ظل كل الأوضاع ربما الأمنية السيئة هناك بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك أخي فريال وشكرا لكادر قناة التغيير في أربيل وشكرا لكل إعلامي وصحفي خارج هذا اليوم لكي يغطى الحقيقة ولكي يحث الناس على هذه الممارسة الديمقراطية هذه الممارسة التي ربما إن شاء الله وكلنا أمل ستكون ممارسة فاصلة بإذن الله تعالى في تغيير حال العراق ربما الأوضاع الأمنية في العراق هي التي تلقي بظلالها على الواقع الانتخابي في العراق اليوم لكن بشكل عام اليوم الأحداث الأمنية التي حدثت في العراق لا تؤشر إلى مزيد من التصاعد في الحالة الأمنية كما تابعنا ولاحظنا من خلال كثير من المصادر الإعلامية حدثت في بداية هذا اليوم بعض الإشكالات في بعض المحافظات لكن بدأ التقل وبدأ الإقبال إقبال الناخبين على الانتخابات بشكل جيد وممتاز ما أريد الوقوف عليه في هذه اللحظة أخذ في ريال هو حال النازحين العراقيين هنا أو حال النازحين في محافظة أربيل حيث توجد جملة من الإشكالات ربما نعم دكتور أحمد وهذا ما نود السؤال عنه إن كنتم قد رصدتم ربما أي حالة خروقات في عملية تصويت لهذا اليوم وتحديدا يعني ربما النازحين من الأنبار إلى أربيل نعم لا أتحدث عن خروقات لكن أتحدث عن إشكال بسيط هو عدم وجود إحصائية كاملة للنازحين من الأنبار إلى محافظة أربيل لكن ما لاحظته واندهشت به وأفرحني كثيرا في هذا المركز الانتخابي الذي أقف أو أجلس أمامه هو أن حالة التنظيم الانتخابي تشهد حالة سلسة جدا وممتازة بحيث يأتي المواطن الأنباري إلى هذا المركز بمجرد أن يظهر البطاقة التموينية وبطاقة السكن القديمة أو حتى الجنسية العراقية وحتى بعدم وجود بطاقة الناخب يستطيع أن يدخل وبسلاسة وبسهولة ليدلي بصوته في هذه الانتخابات نلاحظ من ساعة إلى الآن عندما حضرت إلى هذا المركز إلى الآن تصاعد كبير في وجود الناخبين من النازحين من أهل الأنبار الذي نفاق عددهم على مئات الآلاف في مدينة أربيل وهذا الأمر مفرح جدا حيث كان الأنباريون يخافون من مصادرة حقهم في التصويت وإرادتهم في المراكز الانتخابية لكن يبدو أن الواقع الأمني هنا في أربيل ألقى بظلاله الإيجابية على بزاج الناخب ما أدى إلى إقبال كثيف وواسع حتى أن أهل الأنبار أحضروا عوائلهم وأطفالهم معهم هنا إلى مراكز الانتخاب والحالة أشهدها وكما أراها سهلة وسلسة ومفرحة جدا وتؤشر إلى إرادة عراقية عالية جدا ورغبة عالية في التغيير وفي البدء بحياة جديدة إن شاء الله نعم يعني دكتور أحمد يعني الإرادة لدى الشعب العراقي إرادة التغيير موجودة لكن وردت شكاوي وتحديدا من أهالي محافظة الأنبار نازحين إلى أربيل بأنهم عندما يذهبون إلى مراكز الاقتراع واجهون مشكلة بأنهم إن كانوا يحملون البطاقة الإلكترونية الخاصة بالتصويت يريدون البطاقة التموينية إن كانوا يحملون البطاقة التموينية ولا يحملون البطاقة الإلكترونية يعني هناك حجاج واردة ربما في الأوراق أو الثبوتات التي يحملها الموت الأنازح من الأنبار وهو خرج هاربا بسبب القصف الحكومي المتكرر أتحدث لك عن ما لاحظته ورصدته هنا ما لاحظته ورصدته أن الأمور تجري بسلاسة هل حدثت أمور أخرى أو مشاكل أخرى؟ هذا لا أعرف به لكن ما أعرفه أن الأمور تجري بسلاسة ومنذ ساعة تقريبا نحن نطالع آراء الناس ونسمع منهم الكثير منهم دخلوا وخرجوا وانتخبوا بشكل ممتاز وعلى قناة التغيير هنا وبصوت عراقي أقول لكل النازحين من أهالي الأنبار في محافظة أربيل أن يسرعوا لأنه ما بقى إلا سبع ساعات أو ست ساعات على التغيير على فرصة التغيير أن يذهبوا إلى مركز الانتخابات في منطقة المهندسين في محافظة أربيل ليدلوا بأصواتهم الأمر سهل وسلس وما عليهم إلا أن يأتوا إلى هنا لكي يدلوا بأصواتهم مئات الآلاف من الأصوات في محافظة الأنبار قادرة على تغيير ربما الخارطة الجغرافية للحالة الانتخابية في العراق عليهم أن لا يتنازلوا عن إرادتهم وعن صوتهم وأن يذهبوا إلى هذه المنطقة لكي يدلوا بأصواتهم هنا أريد أن أقف مع حالة في غاية الأهمية أخت فريال وهي أن هذه الفرصة لن تتكرر لأهل الأنبار وأقول لكل نازح من محافظة الأنبار في محافظة أربيل أن عودتك مرهونة بصوتك في ذهابك إلى هذا المركز الانتخابي وإدلاءك بصوتك لرجل برلماني شجاع يستطيع أن يدافع عنك وعن محافظة الأنبار وأن يعيدك معافى إلى أهلك في محافظة الأنبار في الفلوجة أو في الرمادي وأن يرفع الضيم عن محافظة الأنبار الذي وقع عليها الكثير من الناس يعتقدون أن جل العمليات العسكرية التي جرت في محافظة الأنبار هي لم تكن بالدرجة الأولى تستهدف داعش بالدرجة الأولى وإنما كانت البعض يقول أنها كانت تستهدف إرادة الناخب لإخراجهم قبل الانتخابات من محافظة الأنبار اليوم تيسرت الفرصة لأهل الأنبار لكي يدلوا بأصواتهم ويعطوا إرادتهم مرة أخرى ليعودوا إلى أوطانهم إلى وطنهم في محافظة الأنبار وإلى منطقتهم وبصوتهم وبأرادتهم من دون منة أحد اليوم هو يوم فاصل في تاريخ العراقين وفي حياة العراقين وعليهم أن يستثمروا هذه الفرصة والأخبار تترى وتتوالى من المحافظة أن هناك انطباع لا أريد أن أثقف لقائمة معينة أو أثقف ضد قائمة معينة ولكن هناك مزاج سائد في الشارع العراقي في أغلب المحافظات العراقية مع قوائم معينة وضد قائمة معينة فشلت في إدارة دفة الدولة العراقية والحكومة العراقية في المرحلة السابقة نعم دكتور أحمد يعني الحديث معك مستمر وريد منك أن تبقى معنا ولتمنى أن تسير الإجراءات الإجراءات الاقتراع في أربيل وواقع المحافظات العراقية بسلسة أعود إلى الدكتور حميد عبدالله دكتور تحدثنا عن ربما معويقات وخرقات أمنية وتحديات واجه أناخب العراقي للذهب إلى صنديق الاقتراع وربما إجراء عملية انتخابات سالسة وقلت وتحدثت بأن العراقي واجه تحديات ليست وليدة اليوم أو وليدة هذا العصر منذ سنوات ومنذ قدمه ويجه هذه التحديات وليست بجديدة على العراق والعراقين لكن اليوم الخروقات بات المواطن العراقي لا يحتملها هي ليست فقط ربما ضغط من قبل الحكومة أو جهة معينة هناك أصبح غرق لبعض المدن والمحافظات العراقية هناك بعض المدن والمحافظات العراقية أصبحت تقصف بالبراميل المتفجرة وليس فقط بالأسلحة الخفيفة وبالأسلحة المحرمة دوليا كل هذه المعوقات كيف يمكن أن يؤمن الناخب العراقي إذا كان يرجو التغيير ويعول التغيير لحكومة قد تقوم بإنصافه وكيف من الممكن أن يذهب إلى صناديق الاقتراع والأوضاع الأمنية جدا سيئة إلى هذه الحد أنا قلت في البداية أنه الأوضاع الأمنية لم تكن أسوأ في عام يعني أفضل في عام 2005 وذهب العراقيون نعم كل من لا يعتقد أن الانتخابات هي الطريق لبناء عراق معافة عراق سليم عراق نامي عراق مزدهر كل من لا يؤمن بذلك فهو إما إرهابي أو متخلف نعم لأن الديمقراطية تحتاج إلى عقل متنور وليس إلى عقل متحجر نعم وفي ظروف شائكة كالظرف العراقي علينا أن نتوقع يعني أن هناك اختراقات وأن هناك انتهاكات وأن هناك حالات من التزوير وصعوبة وأن هناك أصوات تهدر لا يستطيع أصحابها الوصول إلى صناديق الاقتراع نعم لكن بالنتيجة النهائية القطار يسير نعم العربة تسير العربة تسير نحو الهدف نعم نعم هناك ربما التواءات هناك مطبات هناك مشكلات في الطريق لكن يفترض أن تسير العربة بالاتجاه الصحيح العراقيون يراهنون على التغيير بالانتخابات أكيد والتغيير الذي نتحدث عنه لا يعني فقط أن يغير رئيس الحكومة ونأتي برئيس حكومة آخر التغيير الذي ننشده هو أن تنضج الديمقراطية بمعنها نعم بمعنها الذي يتكرس في النهاية في تداول السلطة نعم المشكلة في العراق أن هناك يعني مشكلة في الديمقراطية مشكلة في الفهم ومشكلة في السلوك لن ناخب العراقي قد نضجت لديه الفكرة الديمقراطية نعم ولا السياسة العراقي المرشح الذي يسوق نفسه كقائد في المستقبل قد نضجت لديه الفكرة الديمقراطية ولا الدولة في إطارها المؤسسات التي يفترض أن تكون هي الراعية للديمقراطية قد تعاطت مع الديمقراطية كمفهوم بشكلها الصحيح نعم هناك خلل في كل هذه العناصر وعليه فإننا تجربة ما زالت في طور التكوين وطور التكامل وطور النضج نعم وهذه التجربة تكتمل يعني تجربة يعني محطة بعد أخرى هذه المحطة ستكون فيها خبرة أكثر المحطة القادمة ربما أكثر وهكذا إلى أن نصل في يوم من الأيام إلى تجربة يتحدث عنها العالم بأن العراقيين قد سلكوا طريق الديمقراطية وأمسكوا بالديمقراطية من غير تراجع لا تراجع عن هذا الطريق لا تراجع عنه العراقيون أمضوا نصف أعمارهم وهم يصفقون ويهتفون الحاكم نعم والنصف الآخر يتقاتلون فيما بينهم لأسباب طائفية ولأسباب حزبية ولأسباب غيرها الآن أنا الأوان أن يمسكوا بالطريق الصحيح وأن يمسكوا بالهدف الصحيح نحو بناء بلد يأخذ مكانه الحقيقي ومكانته الحقيقية بما يتناسب مع قدرته ومع تاريخه ومع حضرته إذن يعني دكتور حميد التجربة ديمقراطية في العراق تحتاج إلى عناصر واعية كفوءة سواء المواطن أو برلمان أو حكومة أي أن كان لكن اليوم بتقديرك أو نظرتك إلى الأمور يعني بالرغم من كل الشعارات التي رفعت والدعايات التي شهدها الناخب العراقي برأيك من هو الاتلاف أو الكتلة أو القائمة الأكثر حظا أو الأوفر حظا في هذه الانتخابات في ظل جميع الشعارات التي رفعت وفي ظل المعطيات الواردة سواء من خروقات أو معوقات تواجه الناخب العراقي في الوصول إلى مراكز الاقتراع وغيرها ما زالت القوة الدينية هي المهيمنة نعم هي التي تمسك بقناعات أو تتحكم بقناعات الناخب العراقي وخاصة عند الناخبية ضعيفية الوعي وهناك كتل كبيرة معروفة في العراق في الجانبين الجانب السني وجانب الشيقي لأننا لسنا أمام أحزاب يعني الآن الساحة العراقية ما فيها أحزاب لا أحزاب الإبرالية وعلمانية بمعنى الحزب الحقيقي نعم ولا أحزاب دينية بمعنى الحزب الحقيقي كما موجود في مصر أو غيرها نحن أمام الآن مكونات يسموها هناك مكون السني وهناك المكون الشيعي وما بينهما كتل صغيرة في الجانب الشيعي هناك ثلاث كتل أساسية هي دولة القانون والمجلس الإسلامي المواطن كتلة المواطن وكتلة الأحرار اللي يمثلها التيار الصدر هذه الكتلة تتنافس نعم المؤشرات الأولية التي يعني قدمتها بعض قدمتها بعض منظمات المجتمع المدني التي تتولى مراقبة الانتخابات تؤكد أن التنافس على أشده بين دولة القانون والمواطن نعم ثم يأتي التيار الصدري لكن بالنتيجة يعني رئيس الوزراء الذي يحلم بولاية ثالثة لا يمكن أن تتحقق له هذه الولاية من غير مباركة الركيزتين الأساسيتين في المشهد الشيعي اللي هم المجلس الإسلامي والتيار الصدري نعم لذلك في هذا الجانب الكتل الثلاثية التي ستحصد أكبر الأصوات في الجانب الشيعي وهناك في الجانب السني أو عند الناخب السني مع الأسف نتحدث بهذه اللغة لأنه لكن هي هذا الواقع يعني يعني يفترض أن نتحدث نقول الناخب العراقي نعم لكن التقسيمات الطائفية يعني جعلتنا أمام توصيف لا بد أن نقف عنده في الجانب السني هناك كتلة متحدون ستأخذ أعتقد حصة الأسد بالانتخابات وهناك كتلة أخرى العربية وغيرها ستأخذ جانب أخر من المشهد الانتخابات نعم إذن يعني حضوذ ائتلاف دولة القانون غير راجحة الكفة في ظل المعطيات لا أقول غير راجحة لكنها يعني لا يمكن أن تحصد أصوات بما يجعل لها الأرجحية الكاملة على بقية الكتلة نعم ربما تكون متقاربة مع الكتلة الأخرى وربما تكون لها أرجحية ولكن بفارق بسيط نعم ليس بفارق كبير كما يحلم كما يتوقع ويطمح يطمح أهل دولة القانون نعم دكتور حميد يعني في ظل المعطيات التي تحدثت بها تشكل الانتخابات البرلمانية العراقية اختبارا هاما لديمقراطية الوليدة والجديدة في العراق في ظل أيضا ما تفضلت به قبل قليل من أنه يجب أن يكون هناك وعي بمفهومة الديمقراطية لدى الجميع وسط أمل بأن تكون نتائج هذه الانتخابات ربما مخرجا من الانقسام والجمود السياسي الذي يشهده العراق لكن هناك مخاوف من إمكانية انزلاق البلاد ربما إلى نزاع طائفي مباشر ما رأيك بذلك؟ لا أنا أعتقد العراق انزلق إلى هذا النزاع يعني 2006 و2007 كانت حرب أو نزاع طائفي بمعنى الواضح نحن حدث عن ربما مرحلة ما بعد لا يعني أعتقد العراق تجاوز هذه القضية يعني الآن هناك وعي شعبي واضح وهذه حسنة وهذه من النعم التي ينعم بها العراق الآن أن المواطن أدرك المواطن العراقي في الجانب يعني بكل ألوانه وبكل تصنيفاته الطائفية أدرك أن الحرب الطائفية أو المزاع الطائفي لن يؤدي إلا المزيد من الدمار وإلا المزيد من الخرع وعلينا أن نعلم أن العراق لم يعرف صراعا طائفيا بتاريخه إلا بعد 2003 نعم وهذا الصراع لم يكن صراعا مجتمعيا بمعنى أن المجتمع العراقي لم يتقاتل لأسباب طائفية طيل التاريخ لم نعرف ولم نشهد ولم نقرأ أن سنيا قتل شيعيا بسبب طائفي أو أن شيعيا قتل سنيا بسبب طائفي أبدا على الإطلاق من يقرأ تاريخ العراق لا يجي هذه الظاهرة على الإطلاق هذه الظاهرة يعني عرفها العراقيون بعد التغيير ومع مجيء الأحزاب الدينية بشاطريها السنية والشيعية الأحزاب الدينية هي التي لأنه الأحزاب الدينية الحزب الديني لا بد أن يكون حزبا بسبب طائفية بسبب طائفية لا بد أن يكون من يكون حزب ديني أما سني أو شيعي نعم أما أن يكون حزب ديني ويقول لك نحن نضم الطائفتين هذا غير صحيح نعم إن وجد في الحزب الشيعي عناصر سنية فهذه الأغراض الشكلية وليس حقيقية لأن هناك اختلاف بالمعتقدات فالأحزاب الدينية هي التي جلبت وهي التي ناهيك عن أجندات إقليمية أخرى وأغراض زرعت لذور الفتنة بين العراقيين لغرض تمزيق العراق ولغرض إضعاف العراق وأعتقد أن العراقيين أدركوا هذه القضية وأدركوا هذا الخطر ولم ولن ينزلقوا إلى هذا الطريق إن شاء الله تجاوزوا هذه القضية نعم دكتور حميد يعني الأراء تقول بأن أي حكومة مستقبلية ستأتي أو ستخرج من هذه الانتخابات ستكون في مواجهة جدية مع تحديات العراق هذه التحديات تبدأ من الأمن النفط وصول إلى علاقات الاجتماعية بين السنة والعرب والأكراد أيضا إلى جانب ربما الجانب الاقتصادي في هذا الموضوع كل هذه التحديات برأيك ما هو شكل الحكومة الأقدر في مواجهة هذه التحديات التي تواجه العراق اليوم هو الحكومة يعني توصيف الحكومة القادم لا بد أن تكون كما قلنا يوم أمس لا بد أن تكون حكومة توافقية مبنية على الشراكة نعم لأنه ليس هناك من فصيل سياسي ولا من حزب سياسي بإمكانه أن يحصد أصوات تؤهله لتشكيل حكومة أغلبية يعني الآن رئيس الوزراء يتحدث عن حكومة أغلبية ويقول هذه الحكومة ليست حكومة أغلبية طعفية نعم وقال أن التحالف الشيعي إذا حكم العراق فهذا يعني انتحار للعراق نعم لأنه معنى طائفة تحكم وطائفة تعزل نعم إذا لا بد أن تكون هناك شراكة حتى حكومة أغلبية كيف تبنى حكومة أغلبية تبنى حكومة أغلبية بالتحالف نعم تحالفات تحالفات بين مجموعة إتلافات نعم هذه الإتلافات لها استحقاقات ويفترض أن تحصل على هذه الاستحقاقات هذه الاستحقاقات إذا حصلت عليها هذه المكونات هي بالنتيجة محاصصة وشراكة نعم لكن هناك شراكة قائمة على التوافق والتناغم والانسجام وهناك شراكة قائمة على التنحر الشراكة الموجودة الآن حكومة الشراكة الماضية التي ستمتهي بهذه الانتخابات شراكة قائمة على التنحر وعلى الإقصاء وعلى التهميش وإتفاقيات خريطة وعلى الشك وعلى الريبة وعلى عدم الثقة لذلك ظلت حكومة مكبلة لم تقدم شيء للمواطن ولو تكررت أو هذه الحكومة استنسخت في الحقبة القادمة سنكون أمام عراق مكبل وعراق ربما يتراجع على الخلف يهرد إلى الخلف بدلا من أن ينتقدم إلى الأمام نحن نطمح إلى حكومة شراكة توافقية ولكن حكومة منسجنة لها برنامج واضح ولها قدرة على مواجهة التحديات بقوة ولها قدرة على ترسيخ أسس التنمية في العراق الآن العراق ناقلت نفط العراق ناقلت نفط دكاني بيع نفط انتهى النفط أو هبص سعر النفط يعني الآن سنة وقانون تقاعد يعني يجهز على نسبة كبيرة من الموازن معتمدين على أن سعر النفط 110 أو 120 دولار للبرميل أو 100 دولار للبرميل غدا إذا هبط سعر النفط إلى 50 أو 60 أو 70 دولار معنى ذلك أن العراق سيعيش في كارثة فإذن لا بد أن تكون هناك تنمية وكل بلد لا ينمى وكل أممال لا تنمى تنفذ بالأخير وتهدر فكل الحكومات الأجهد لم تضع خط لم تضع لبنى واحدة في التنمية نعم أبدا إذن دكتور حميدي إذا كان العراق سيواجه هذه التحديات بوجود شراكة أو ربما حكومة شراكة توافقية منسجمة لكن يعني في ظل المعطيات التي نراها اليوم كيف يمكن أن تكون هذه يعني من أين يمكن أن تخلق هذه الحكومة تخلق من القوى والتيارات الموجودة تخلق بالتفاهمات يعني الحكومة الحكومة التي تشكلت في 2010 لو كانت قد بنيت على أساس التفاهمات التي تم التوقيع عليها نعم وطبقت هذه التفاهمات بشكل دقيق وبنيت على أساس الثقة وعلى أساس الفريق الواحد لماذا كانت هناك أزمات لماذا كانت لماذا عشنا أزمات؟ المشكلة في الديمقراطية في العراق هناك نوعان من الديمقراطية الديمقراطية ليبرالية وديمقراطية غير ليبرالية الديمقراطية غير الليبرالية قد تنتج رئيس حكومة غير ديمقراطية نعم يحكم البلد بشكل غير ديمقراطي أصلا لا يؤمن بالديمقراطية كما حدث في ألمانيا نعم هتلر جاء للانتخابات بطريقة ديمقراطية لكن الديمقراطية غير ليبرالية بمعنى أنه ليس هناك أسس ليست هناك بناء للديمقراطية ليست هناك مؤسسة للديمقراطية نعم الديمقراطية الليبرالية لا لديها مؤسسات لديها مفاهيم لديها ركائز من بينها أن احترام الآخر القبول بالآخر نعم من بينها أن تحترم أن تؤمن الأقلية بالأغلبية بحكم الأغلبية نعم وبالمقابل أن تحترم الأغلبية وتطيها حقوقها وبالمقابل أن تحترم الأغلبية الأقلية الأقلية وتمنح كافة الحقوق نعم أن تحترم حرية التعبير والرأي أن تحترم حقوق الإنسان نحن عدنا هنا ديمقراطيتنا الأغلبية لا تحكم لا تمسك السلطة إنما تتسلط وهناك فرق بين الإمساك والسلطة وبين التسلط يأتي عن طريق الديمقراطية سياسيون غير ديمقراطيين ليصدوا الحكم وهذا ما يحدث عندنا الآن لأنه بصراحة الأحزاب الدينية لا يوجد في قاموسها ولا في فقه السياسة وفهم للديمقراطية الأحزاب الدينية بدأت تتعاطى مع الديمقراطية في منتصف حق التسعينات لو تقرأين تاريخ الأحزاب الدينية قبل هذا التاريخ يعني برامجها وأدبياتها لا تجدين فيها مفهومة ديمقراطية بشكل واضح متبلور ويشغل مساحة في قاموسها كانت مبنية على الشورى وغير الشورى نعم صحيح إذا تقرأين النظام الداخل للحزب الإسلام العراقي يقول يهدف الحزب الإسلامي إلى أن يحكم الإسلام المجتمع حكما شاملا كاملا في جمع مفاصل حياته نعم وإذا عدنا للشريع الإسلامي ليس فيها ديمقراطية بهذا المعنى الذي نتحدث عنه لا يوجد هذا نعم إذن دكتور يعني أريد أن نستغل فرصة وجودك معنا بالحديث تحديدا في موضوع شراكة التوافقية المسجمة كما أطلقت عليها يعني في ظل الانتخابات والشعارات والأسماء التي نزلت هذه المرة أيضا في المرشحة للانتخابات أن نلاحظ بأنها نفس الكتل نفس الائتلافات نفس الوجوه يعني ما الذي سيتغير أيضا إذا كان الفكر هو هو والأشكال هي هي والعقول هي هي لكن هذه القوى علينا أن لا نطمح بأن هذه القوى ستزاح بالمدى القريب وتأتي محلها قوى أخرى لأن التغيير الذي حدثه عام 2009 عندما حدث التغيير كنا أمام بلد خالي من الأحزاب الحقيقية يعني العراق بالألفين وتسعة ليس فيه حزب شعوعي حقيقي حزب الشعوع كان حزب بالمنفى وعندما عاد خرج الحزب الشعوع عام ثمانية وسبعين وكانت الجماهير تصفق لقادته وكانت له قاعدة شعبية كبيرة عاد ألفين وتلاثة حزب شكلي ليس له قاعد كذلك البعثيين خرج البعثيون الذين اصطبغوا بصبغة الصدامية ولم يبقى منهم حتى المعتدلين أزيحوا بجريرة صدام الأحزاب الحزب الوطن الديمقراطي وحزب الاستقلال أصبحوا من التراث العراقي بقينا أمام كتل أو أحزاب دينية لا تمتلك صفة الأحزاب هذه الكيانات، هذه الكتل، هذه القوة باقية إلى زمن ربما غير قليل لكن هذه الأحزاب والقوة تطور نفسها يفترض، التجربة تطور نفسها هذه الأحزاب عاشت مرارة السنوات الثماني الماضية حتى الأحزاب الدينية نفسها عانت منها حتى الأحزاب السياسية الدينية بشقيها سني وشي عانت من هذه التجربة الثماني سنوات الماضية تجربة التناحر، تجربة إقصاء، تجربة تهميش، تجربة خصومات لم يجني منها العراق شيء المفروض الآن يتعظون من التجربة الماضية رئيس الوزراء الذي يأتي يفترض أن يتمتع بأريحية سياسية بسعة صدر، بقدرة على قابول الآخر بدون إقصاء، دون تهميش دكتور حميد، الحديث معك مشوق لكن يبدو أن الموعد المخصص قد شارف على الانتهاء في سؤال الأخير، ما الذي سيحصل بعد نور المالكي وأن خسر الانتخابات وفازت ربما كتلة وإتلاف آخر؟ هل تتوقع أن يسلم المالكي السلطة ورئاسة الحكومة سلمية؟ أنا أعتقد المنطق يقول هكذا وفي العراق الآن الوضع لا يحتمل أن عملية عصيان نعم نحن نتحدث عن نزاع سياسي، عن صراع سياسي، عن منافسة ممكن لكن عندما تدقل القضية أنه لا يسلم السلطة هذا موضوع آخر أعتقد الظرف الدولي والظرف الإقليم وظرف الأراق لا يحتمل وجود شخص لا يسلم السلطة أنا أعتقد سيد المالكي سيسلم السلطة ويقر بخسارته للانتخابات إذا خسر ذلك وإن كان ذلك بمرارة بالنسبة له نعم دكتور حميد عبدالله الكاتب والإعلامي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة في هذه التغطية لليوم وأشكر أيضا ضيوفي من أربيل دكتور أحمد محجوب مدير مكتب حكمة للدعاية الإعلامية والانتخابية وكذلك كان معنا مراسل التغيير من كربلاء معتز المشهداني أيضا شكرا جزيلا لك ومشاهدين شكرا لكم على متابعة هذه التغطية الخاصة بالانتخابات البرلمانية تلقاكم على خير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر